تحول اليوم ذكرى وفاة رائد علم كيمياء الفيمتو أحمد زويل والذي يعد رمزاً من رموز العلم في مصر والعالم أجمع ويعد أحمد زويل العالم المصري والعربي الوحيد الذي فاز بجائزة نوبل في الكيميا حقق مجداً غير مسبوك وحفر اسمه بأحرف من نور ليصبح رمزاً من رموز العلم في مصر والعالم أجمع بعد فوزه بجائزة نوبل إنه رائد علم كيمياء الفيمتو سانية أحمد زويل ولد في 26 من فبراير عام 1946 بمدينة دامنهور بمحافظة البحيرة والتحق بكلية العلوم بجامعة الأسكندرية وحصل على بكاريوس العلوم في الكيمياء عام 1967 بدرجة امتياز عمل معيداً بالكلية ثم حصل على درجة الماجستير عن بحس في علم الدوق صافر زويل بعد ذلك إلى الولايات المتحدة في منحة دراسية وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر ثم عمل باحثاً في جامعة كاليفورنيا خلال الفترة بين عامي 1974 و 1976 قبل أن ينتقل إلى العمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا تدرج في المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة كاليفورنيا إلى أن أصبح أستاذاً لعلم الكيميائي بها حصل زويل عام 1999 على جائزة نوبل في الكيمياء عن أبحاثه في مجال كيمياء الفمتو وهي تكنولوجيا لتصوير التفاعلات بين الجزيئات باستخدام أشعة الليزر ليصبح أول عالم مصري وعربي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء وفي العام ذاته منحته الدولة قلادة النيل وهي أرفع وسام مصري حصل على المركز التاسع من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر في الولايات المتحدة كما كان لزويل وجه آخر يتعلق بحب وطنه الأم واحترامه الكبير للمرأة فقد بزل جهوداً كبيرة لتصميمه على إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في القاهرة كما أثر بشكل كبير على اليونسكو لمنح جوائز للنساء في مجال العلوم فكان من أهم داعم المرأة بمجالات العلوم نشر أكثر من 350 بحثاً علمياً في المجالات العلمية العالمية المتخصصة و16 كتاباً من بينها رحلة عبر الزمن وعصر العلم وحوار الحضارات عام 2007 أصيب زويل بورم سرطاني وتوفي في الثاني من أغسطس عام 2016 عن عمر ناهز السبعين عاماً وأوصى بأن ينقل جثمانه إلى مصر وأن يوارى السرا فيها تقديراً لما قدمه للعلم والإنسانية